بسم الله السلام عليكم تمنى تكونوا بخير على خير وصيحة جيدة وفي احسن الاحوال ان شاء الله اليوم سنتقسم معكم واحد غريبة التي تسمى غريبة مرشوشة من قلد الحلويات الممكن تحضروها غريبة سهلة وسهلة في التحضير ومقادر بسيطة وكتجي لديدة بالساف يعني كتجي رائعة فتشكر بله في المطاق نتمنى انكم تبقوا معي بشوف الفيديو حتى الاخير وليما تشترك معي في القناة يشترك معي ويفعل الجرس نتمنى ان شاء الله مع الفيديو حتى الاخير بالنسبة للمقادر الغريبة مقادر بسيطة 200 جرام الزبتة اما الزبتة مارغارين او الزبتة العادية او الزبتة مارغارين زبتة مارغارين سوف نضيف لها 6 كأس زيت سوف نضيف لها 4 كأس زيت سوف نضيف لها 1 كأس إلار سوف نضيف لها 4 كأس سوف نضيف لها 4 كأس إلار سوف نضيف لها 5 كأس إلار الزبتة جوج بيضا كاملة أصفر بيضا في العجين نضيف لها 7 كرام الضبتة دخل بيضا ارب في كل كأس يمكن أن نقوم بمضاع البودرة بالنسبة لنختبط لذلك اختبط طواب من جمع يستوي على كacceptable نأخذ الزبدة مارغارين نقص الزيت نخلط الزيت نضيف الكاس الكوكو نضيف الكاس الكوكو نضيف الكوكو نضيف الكوكو نضيف ملح ضروري وكيف ما معرف سنضيف الخميرة جانبا حداية الى حقا ناخد بنا معلقة صغيرة 7 جرام أو صاشيتي الخميرة الحلوية حقا نضيف 11 جرام نحصل على حالة بحال البومات سنقوم بتقاعد تبدو أني أغرب لها من قبل احسن ربحت الكيسان تقريبا 400 قرام احسن 500 قرام تقاق دائما على حسب نوعية تقاق العجين تكون خفيفة لا تكون قاسحة نضيف الخميرة 7 قرام او معلقة صغيرة العجين الحنوية تكون في الزبدة يكون الأحسن أن العجين تكون خفيفة لن تقاق حتى تقصح بالسلف لن تكون العجين لينا لن نحصل عليها تكون ديدة ومقرم الشاو سوف نخلط بحلقة غير بالرؤوس الأصابع نضيف في الضقائق شوية بشوية في هذه الأثناء سوف نسخن الفرن سوف نسخن الفرن سوف نخليه يسخن جيدا سوف نخلط بحلقة بطبيعة الحال بطبيعة الحال اللي عنده اللوز غتجي أحسن يعني هاد الغريبة المرشوشة معروفة الكاوكا والصراحة ولكن اللوز بطبيعة الحال غتجي ألد ولكن حسب الكاوكا وغير الكاوكا يكون ذاك البلد الرقيق احسن أحسن لذلك الكاوكا والصراحة سوف نخلط بحلقة لنخلط بحلقة برقة 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 سوف نسخن الفرن من جد الفرن أبيض البيضاء نحلها بحلقة كبيرة لتحييد من الخيوط ونبدأ في الغريبة كبيرة لتحييد من خلال الزبدة تخافوا ان تجنبوا انها تلصق لكم مع ان الحلوية التي تكون في الزبدة لا تلصق لكن تجنبوا هذه الخطوة بشكل مرتاح كبيرة صغيرة بحلقة كبيرة صغيرة بحلقة 20 غرام 20 غرام نضغطها بحلقة نضغطها في الكوكاو من كل الجواني حتى تلصق لتساعد الكوكاو لا يتحييد منها نضغطها حتى تلصق لنا حتى تلصق حتى تلصق حتى تلصق الحلوية الغريبة سهلة لا يأخذوا وقت كثير حتى تلصق حتى تلصق نضغطها صافي صافي كم قنططها بحلقة نصق حتى تلصق كي تنجح معكم كي لا تتقطع لكم أو تخسروا لا تقوم بسيطة كيف ترون نكملها المهمة نكمل الكمية و ندخلها للفرن و ندخلها على درجة حرارة 170 حتى تتحمل من التحزين و تأخذ اللون التهابي و نشعلها من الفوق و ندخلها و ندخلها من التخل و نستطيع حرارة تتحملها من التحت و ندخلها من التحت و ندخلها من التخل و نستطيع المحمرة من التخل جديدة و اقتصادية و نتمنى من القلب و نجربها و نجربها و دائما لأعجباتكم في الوصفة لا تنسوا نشمل لايك و اشتراك في القناة و اشتراك في القناة و اشتراك في القناة و اشتراك في القناة